معاني الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا أبناء الأعزاء في هذا الدرس الجديد واللي كتل لكم طبعا المكون الجغرافية القسم الخامس ابتدائي طبعا المرجع المفيد في الاجتماعية إذن الدرس الثاني تحدث عن مميزات وطني الجبال الهضاب السهول نتعرف على هذه التداريس الجبال الهضاب والسهول إذن هنا أهداف تعلماتي أتعرف معنا السهل الهضاب الجبل أرصد أهم الوحدات التداريسية على خريطة مغرب أهم الوحدات التداريسية هي هذه السهول والهضاب والجبل أتعرف تأثير تنوع التداريس على الثروة المائية أتعرف تأثير تنوع التداريس على الثروة المائية أمهد لتعلمي طبعا سبق لي أن تدربت على طبعا كيفية وضع الإطار العام بخريطة وطني لكني طبعا لم أتعرف بعد على ما يزخر به من تنوع في أشكاله التداريسية إذن ما تعريف كل من لشن الجبال والهضبة والسهل إذن سنتعرف ونعطي تعريفا للجبل والهضبة والسهل ما الوحدة التداريسية التي توزع في بلادي ما هي الوحدة التداريسية التي توزع في بلادي وما تأثير التنوع التداريسي على الثروة المائية طبعا في وطني نعم نبدأ بالنشاط الأول التي يقول لنا أتعرف معنا الجبال الهضبة السهل ألاحظ الوثيقة واحد والصورة المقابلة لكل شكل تداريسي هذا في الواقع هذا مرسوم ثم أسمي الشكل تداريسي لاحظوا أبنائي جيدان هنا عندنا الجبل أو أعالي جبل إذا الجبل يتميز بالقمة نعم قمة ثم يتميز كذلك بالصفح فالصفح دياله شديدة الإنحدار شديدة الإنحدار إذن ما يميز طبعا الجبل هو أنه يتميز بوجود قمم قمم حادة وكذلك الصفح شديدة الإنحدار طبعا ها هي طبعا عندنا ارتفاعات إذن هذا هو في الواقع إذن هذه سلسلة الجبلية في الواقع إذن قلنا الجبل شكل تداريسي تميز بقوة الارتفاع وشدة إنحدار صفوحه وتعمق الأودية هذه مهمة تعمق الأودية إذن عنده تعمق الأودية بالارتفاع طبعا ها هي عدنا نتل خمس آلاف متر ثم بصفوح شديدة الإنحدار نمر إلى الحضبة فالحضبة طبعا هذه الحضبة العليا وهنا الحضبة فهي كتميز بأن أرادم بسيطة أرادم بسيطة ولكن المجدر المائي تكون عميق المجدر المائي متعمق إذن هي أول جبل إنما تلاقوا في أن المجدر المائي عميق لكن هنا هي الأرادم بسيطة وهنا طبعا عدنا ارتفاعات بالنسبة السهل تهو أرادم بسيطة لاحظوا أرادم بسيطة لكن المجدر المائي غير عميق لكن المجدر المائي غير عميق أي سطحي إذن سنقرأ ها هما صور وقعية إذن هذا بالشكل تداريزي يتميز بانبساط الأراضي وتعمق الأودية إذن يشترك الجبل في تعمق الأودية وطبعا هنا انبساط الأراضي لكن هنا عنده شدة انحدار صفح ديالو وعنده المائيز بارتفاع أما السهل فشكل تداريز تمييزه بين بساط الأراضي فهو يشترك مع الهدب الصفح بين بساط الأراضي وأودية غير متعمقة هنا متتعمق الأودية وهنا غير متعمقة إذا تعرفنا على الجبل والهدبة والسهول وهي طبعا أشكال تداريس الآن سنتعرف أو أرصد أهم الوحدات التداريسية على خارطة المغرب لاحظوا خارطة المغرب إذن أي خارطة أولا نقرأ العنوان تداريس المغرب ثم نمر إلى المفتاح فهذا اللون البني الذاكن فهو يعبر عن الجبال واللون الداكن وهذا الداكن وهذا البني الفاتح يعبر عن الهضاب ثم هذا الأخضر السهول وهذا الأصفر هضاب صحراوية وهذا المعين هذا الأزرق شلالات أزود وطبعا هذه بحيرة أجمام أزكزا نعم طبعا هذا هو المفتاح السلم هنا تقريبا 10 سنتيمتر كثيرا 100 كيلومتر إذن الآن سنرى التداريس هنا هي جبال طبعا الريف نعم ثم هنا الأطلس المتوسط هنا الأطلس الكبير وهنا الأطلس الصغير إذن هذه هي سلسل جبلية هنا الريف والأطلس المتوسط وأطلس كبير وأطلس صغير هنا عدنا طبعا البني الفاتح هضاب العليا هنا الهضاب الوسطى نعم هنا الهضاب الوسطى وهنا الهضاب العليا بالنسبة طبعا للسهول هيا كنوجد هنا الشاوية فهي الغرب فهذه سهول أو أرض سهلية ثم عدنا هضاب صحراوية هي هذي هضاب صحراوية طبعا باللون الأصفر إذن تعرفنا طبعا على رصدنا أهم الوحدة التدريسة على خط المغريب الآن سنجيب عن بعض الأسئلة هنا تقول لنا أذكروا الشروط الأساسية التي تسوفر في هذه الخارطة إذن الشروط الأساسية عدنا طبعا العنوان اللي هو تدريس مغريب ثم المفتاح نعم هنا يجبال طبعا هنا هضاب هنا سهول هنا هضاب صحراوية وهنا قيمة مهمة دي قيمة جبالية هي باد متلت وهنا بحيرة أقلمان طبعا أزكزا وهنا شلالة أزود إذن مفتاح ثم السلم وكذلك الإطار منسوش الإطار دي الخارطة والعنوان إذن نمر إلى ثانيا شي قلنا هنا أذكروا طبعا أو أنقلوا الجدول تالي في دفتري وأصنفوا فيه أسماء التدريس الممتلت الخارطة إذن نقلبون السلاسل الجبرية والهضاب والسهول والنهر نبدأ بالسلاسل الجبلية قلنا السلاسل الجبلية هيا الذين رجعون هنا هذه الصورة أوضح السلاسل جبلية لدينا سلسلة جبال الريف وسلسلة الأطلس المتوسط والأطلس كبير والأطلس طبعا الصغير هذه بالنسبة السلاسل الجبلية شو طلبو مننا ثاني طلبو مننا هنا الهضاب نعم هنا هيا أعتبت ايه الهضاب. اذا سنبحث عن الهدف الخيطة هنا. الهضاب عدنا هنا الهدبة طبعا العليا. وهنا الهدبة الوسطى. وهنا طبعا اه هدبة الرحامنة. نعم وهذه هي. طبعا ايش ايش ايش. اذا اه بالنسبة للهضاب تعرضنا لما هي عدى اللون البني الفاتح. الان سنتعرف عن السهول. السهول هي اللي باللون الاخضر. عدنا هو السهل الغرب سهل الشاوية دكالة. اه الحوز هنا. اذا هدو هما السهول اللي يبلو الاخضر. مهم نذكروا البعض الغرب بالشاوية دكالة. هدي بعض السهول. اخيرا تم الانهار. سنتعرفوا عني الانهار. اذا نكبروكم الصورة باش تبلكم. هدا نهر طبعا ملوية. هدا نهر ها هو اه باش يودح سبو. نهر سبو. طبعا هذا نهر امر ربيع. وهذا نهر تنسيف. وطبعا كناه انهار اخرى. هذا النهر هذا. ها هو نهر الناية. ثم طبعا اذا هيا بعد انهار ملوية. اه سابو. امر ربيع. تنسيف. وغيرية من هنا. طبعا الانهار الموجودة في المغرب. نرجع الى الاسئلة الموالية. وحددوا منابي اهم الانهار ومصباتها. ومصباتها. نعم بالنسبة للنهر ملوية. نهر ملوية. اللي هو هنا. اذا فطبعا كنا جبل اطلس المتوسط. وطبعا اه جبل اطلس. ومصب ديله يصبو في البحر الابيض متوسط. يصبو في البحر. ثم عدنا نهر طبعا اللي هو سبو. نكبر الصورة هو سبو. طبعا السبو طبعا كيه المنبا ديله هو جبل اطلس طبعا المتوسط. وكيصب في البحر في المحيط الاطلنتي. يصبو في المحيط الاطلنتي. ثم نهر ام الربيع. وهو نهر عدنا. اذا هنا يجب الاطلس المتوسط والاطلس كبير. نعم اذا هذا لنبا ديلة اطلس متوسط والاطلس كبير. ويصبو طبعا في المحيط الاطلنطي. مصبو ديلة في المحيط الاطلنتي. اذا اهمية الجبال المغربي بالنسبة الجرائل المائي. فالجفال تعتبار بما تبقت خزان المهم للثروة المائية. نمر إلى النشاط الموالي أعتدر نمر إلى النشاط الموالي لهو تقول لنا أتعرف طبعا تأثير تدارس على الثروة المائية. إذا لاحظوا هنا جيدا. عدنا هنا أمطار من تلوج على القمام. عدنا هذه كلمة عالية وعدنا هنا كلمات سافلة. إذن هذه عالية يقصد بها الجانب الأعلى من مجرى النهر. إذن العالية طبعا هي الجانب الأعلى من مجرى النهر. والسافلة ها هي السافلة إذن هو الجانب الأسفل من مجرى النهر. إذن النهر عنده الجانب الأعلى والجانب الأسفل. إذن الأعلى يسمى بالعالية. من هناك يجي الماء طبعا تنقل من العالية إلى السافلة ليصب في البحر في المحيط. إذن هنا طبعا حوض مائي حوض مائي يقصد به طبعا يتشكل حوض مائي من مياه التساقطات مياه المنابع طبعا وفي شكل مسيلات ومجرب حال مثلا حوض أم الرابع حوض أبي رقراق وغيرها إذن هنا عدنا قنا المصب في كيصب عدنا هنا الشلالات طبعا أن الجبل كيتميز به طبعا صفوح شديد الحذار إذن الأمطار التي ساقطه هنا والتولج التي تنصاهره وليس تذوب طبعا مدام أنه عنده يتميز الجبل بصفوحين شديد الحذار إذن هنا كيتكون عد لنا الشلال كيتكون لنا الشلال لأنه عدنا من القمة إلى وكيتميز الجبل قنا بصفوحين شديد الحذار لهذا كيتكون عدنا الشلال إذن أنواع تدارس هنا الليبنتلية نعم إذا عدنا طبعا يتلقى طبعا 100 أمطار 100 أمطار مع طبعا وما ينتجه عن daufان تولوج طبعا ذوب تولوج اللي هو تولوج فهي عبارة عن طبعا خزان طبيعي المياه التولوج فهو عبارة خزان طبيعي المياه يشكير وقع تدفق سطحي المياه في شكل مسيلات أنهار نعم في شكل مسيلات أنه شكل مسيلات وأنهار وتتحرح المياه الباطنية المياه الباطنية لتتحرك المنابع أحيانا لتتفق سطح في شكل منابع إذن المياه الباطنية تتحرك لتتتفق سطح في شكل منابع ثم عدنا تدفق باطني للمياه في شكل فرشات مائية وهناك تدفق باطني قلنا عدنا فرشات طبعا مائية طبعا باطنية إما يكون سطحيا أو عميغا إذن سنمر إلى أقويم تعلماتي حتى نجيبها الأسئلة وعرفوا بأهمية الجبال في تأمين التروة المائية بالمغرب طبعا الجبال فهو خزان مهم لطبعا المياه إما على شكل فرشات مائية طبعا وهي باطنية أنقلوا العبارة التالية في الدفتاري ثم أعين فراغا بالأجهور المناسبة عدنا السفوح المجدر الرئيسي فرشات مائية أو مزيلات إذن هنا تتدفق المياه من أعالي البحار طبعا في شكل مسيلات مستخيلة قوة انحدار السفوح ويمكن لتلك المياه أن تنفذ إلى باطن الأرض في شكل طبعا فرشات مائية في شكل مفرجات مائية نعم نعيد نعيد تتدفق مياه من أعالي البحار في شكل مسيلات مستغلة قوة انحدار السفوح قوة انحدار السفوح طبعا لتصل إلى المجدر الرئيسي ويمكن لتلك المياه أن تنفذ إلى باطن الأرض في شكل طبعا فرشات مائية في شكل طبعا فرشات مائية الملخص أضعوا عن مقريبا ترجمة نانسي قنقر